أهلا وسهلا فيكم ببدو تريد انخفض أرقام التضخم بالولايات المتحدة وبالرغم من هذا الشيء ما شفنا سعود بالأسواء اليوم لح نحكي عن الأسباب اللي قدت لها الأمر نحكي عن فرصة كتير مهمة بالسوق نحكي عن كتير أخبار مهمة عن عدة عملية رقمية مثل معاودكم أنا يوميا بنقلكم آخر أخبار لكريبتو بذلك لايك ونسبسكراب للشانل دعونا نبدأ أول شي خلينا نبلش أرقام التضخم بالولايات المتحدة نخفزت لـ 3% أو تنسبة إليه من 2021 على الرغم من هالأمر بعده الترجيحات أنه يتم زيادة الفوائد بأمريكا بالاجتماع المقبل 92% يعني بعدها مرتفعة كتير وهذا شيء كتير غريب يعني نخفض أسعار المستهلكين أو الـ CPI لأوطى نسبة إليه من 2021 نخفض التضخم الأساسي يلي هو يتطلع عليه بشكل أساسي جيروم باور لأول مرة أقل من 5% الاحتياط الفيدرالي أوقف رفع الفايدة بالاجتماع الأخير وإجا تقرير الوظائف سلبة الأخير يعني مع هذا وكله بعده المتوقع زيادة الفوائد هذا شيء كتير غريب لماذا يريد أن يزيد الفيدرالي الفايدة إذا كان كل الأمور هيدا عم بتصير يعني اللي عم يعملوا عم ينجح ما أنه مضطر يزيد الفايدة لماذا يعمل هذا شيء؟ هذا سؤال كتير كتير العالم عم تسأله وعلى الأرجح أنه بالرغم من كل اللي عم بيصير هدفه الولايات المتحدة بحاجة لسيولة وصدرت حكية أكتر من مرة وبدوا أن يدفعوا العالم على أو مثل سندات خزينة يعني شيء من أنواع سندات الخزينة كلما تزيد الفايدة العالم بدأ تهرب تروح على سندات الخزينة اللي هن بيعتبروه استثمار آمن وهالشي بيخلي بيعطي سيولة للدولة الأمريكية يلي هي بدأ مصاري لحتى تتصرع هذا المنطق الوحيد إذا تم زيادة الفايد لأنه ما أنهم بحاجة إله عم نوصل على الهدف اللي هن يحطينه بالرغم من كل هالشيء هلأ من ناحية تانية وعتشفنا أرقام التضخم انخفضت لأوطن اسمائل وشفنا هبوط قاسة بقوة الدولار الأمريكي قوة الدولار الأمريكي وصلت للمية إلى زمان كتير ما شفنا هذا الرقم مية قلنا فترة عم نطلع للمية وخمسة تقريبا نرجع ننزل للمية واحد مية واثنان قلنا فترة ما وصلنا للمية إذا هبطنا تحت المية يعني لحن نشوف صعود بالأسوأ تاريخيا وقت قوة الدولار الأمريكي نشوف هبوط فيها نشوف صعود بقوة بسعر البيتكون وأسعار الكريبتو والعملات التقليدية ولكن ما شفنا صعود بالبيتكون وهذا الشيء كان كتير غريب خلينا نستسأل شو السبب إنه مصعدة العملات الرقمية الكريبتو بشكل عام البيتكون وغيره السبب إنه كلنا بنعرف إنه الولايات المتحدة هي أحد أكبر حاملين البيتكون بالعالم بيحملوا تقريبا 50 ألف بيتكون هلأ حولوا وقايلين هن بدون يبيعون هال 50 ألف بيتكون يلي هن استحوزوا عليهم خلال سلك رود سيجر وقت القبض على سلك رود وأخذوا كتير عملات من هونيك هلأ حولوا 10 ألف بيتكون يعني بقيمة تقريبا 300 مليون دولار السوق شايف هالتحويل لأنه عم بيرقبوا المحافظة تبع الدولة الأمريكية وهالشي أثار الظعر بالسوق هلأ طلعت أكتر من إشاعة كأكتر من مرة أنه بدون يبيعه ولكن هن قايلين أنه لحيبيعه وكانوا كلهم كاسبين هالمرة شكله الموضوع يلاحقوا المحافظة وشكله يتم تحويل على 10 ألف بيتكون تقريبا لبداع البيع هن قايلين يلاح يبيعون على مراحل وهذا يمكن تكون أحد المراحل هالشي أثار خوف بالسوق وخلى العالم خلى السعر ما يصعد هلأ إذا تم البيع ما حدا بيعرف ما بيعرف أنا ماني بالدولة الأمريكية ولا علاقة بالإدارة الأمريكية ولكن إذا تم البيع وشفنا هبوط بسعر البيتكون أنا برأي العملات البديلة ستنزف أكثر بكثير ويكون نرى فرص كثير مهمة إذا واحد يدخل مانا نصيحة إساسمارية عملوا دراستكم الخاصة ولكن هذا رأيي الشخصي الآن من ناحية ثانية لنحكي عن بعض الأخبار عن العملات البديلة البي عملت باينانس البيكن تشين زادت بقلب لحيعملوا تطوير للشبكة لحيزيدوا مثل صفة لحيقدروا يوقفوا الشبكة إذا تم هجوم كتير أو عليها أو صار حيالة شي تلاعب بالأسعار أو حيالة شي بيقدروا يعمل بالنسبة إلي هذا أمر سلبي مع أنه في كتير شبكات بيحبوها مثلا سولانا عنديها ولكن هذا يدل على مركزية كتير كبيرة كلنا منعرف عمل بي مركزية بشكل كتير كبير يعني بايننس تملك أكترية العملة بشكل كتير كبير وهلأ تزيدوا على هذه مثل صفة أنه يوقفوا الشبكة الساعة فيما بد هيدا بالنسبة إلي أنا أمر سلبي غير هك بما أنه نحكي عن بايننس بايننس استثمرت 15 مليون دولار بلعبة جديدة أو ويب 3 جيمينج ستارتوب عم تبدأ بعد ما انطلقت اسمها أكستيريو صراحة لحرقبة لهذه العملة إذا تم إطلاقها وبايننس دعمتها على الأرجح بايننس سيتم إدراجها على المنصة عندها ويمكن يكون عندها نتيجة ولكن المهم رقبة بعد ما نزلت بعد بعد ستارتوب بعد ما بلشت ولكن لفتت لنظرها الخبرية غير هك Polygon سيتم إطلاق عملة جديدة لPolygon اسمه Paul لا تخافوا Matic بعد هك Paul شوه وقت يتم التطوير له بدون يتم الاقتراح حوله عملة Matic لإسم Paul يعني العملات تبعكم يحاولون لPolygon الهدف منه يجمع كل شبكات Polygon لأنه هن عندهم ZKEVM وPolygon 2.0 بدون يجمعون مع بعض ويصبح كل شبكة واحدة باسم Paul إذا حاملين Matic انتم يحاولون لكم لPolygon هذا الهدف مننا هذه كل القصة بس قلت لخبركم وفصل لكم ما يحدث فيها يعني Matic تبعكم يتحول لPolygon ها هي القصة كل غير القاضي انه هالعملة هي Security وقرروا انه سيسكروا Operation تبعهم وشوفنا هبوط قوي بسعر العملة غير هكي نشوف التبني كيف يزيد يوم بعد يوم Telegram Merchant بلش يقدروا يعملوا مدفوعات خلال Crypto هذا لأول مرة هذا أمر إيجابي نشوف أكتر وأكتر Crypto يتم استخدامه بعدة أماكن وهلأ Telegram أيضا غير هكي شفنا Google Play Google Play أحد أكبر المتاجر على الهواتف المنقولة بالعالم على كل Android بلش يسمح للمطورين يعرضوا استخدام NFT بقلب Play Store وهاي سيتم من وقت له هيدا السنة عم نشوف التبني يزداد يوم بعد يوم هيدا كل شي أنا عندي اليوم ان شاء انبسطتم بالفيديو اذا انبسطتم اعملوا like اعملوا subscribe للشانل وانا بشوفكم قريبا من فيديو جديد وماركت update جديد thank you